اتقرمت قبل كده؟ ما اهرجانات يعني حصل في بعض من الناس انا اصلي طول عمري بهرب من مسألة حكاة التكريم دي دي هقولك ليه دي احساس حلو للفنان جميل قوي بس ساعات انت بتيجي تقولي يعني انا ميدا دا فيه ناس كتيرة جدا عزماء ما تكرموش يا حاسنك ما تستهلش التكريم اه او الله اقسم بالله انا فيه ناس بيوم عاملين مشاهدين تلاقيهم راح تكرموش ما انا دي عشان دي بالذات عشان عشان اكادي بالذات يعني انت تلاقي ايه في الفيسبوك يا سلام حاجة عظيمة جدا تبص تلاقي بوسطات من الناس ما تفهمش زي ما تقول فيه فيه ناس بتعمل الكلام دا ان فلان اللي عامل مشاهدين في المسلسل دا ولا واخد بطولة المسلسل حتى على اخره يقولك يعني زي فخر العرب كده حاجة دا فخر التمثيل يقولك دا غول تمثيل وبعد كده بتلاقيه شوية وتلاقي مش عارف مجلة مين تدياله حتة حديدة ولا حتة بتاعي مشاهد ايه ويقولك وصور انه اتكرم مش عارف ايه حد الوقتي انا شخصي مش متصور ان انا عملت حاجة تستاهل يعني اللي بكرمت جد الله العظيم مين انا مين انا قصاد الناس فعلا وحقيقا تستاهل كل خير على مستوى الشخصي وعلى مستوى الافداعي وعلى مستوى القيم فمسألة التكريم دي بقى اتعاملالي ارتكارية ده انت عندنا بقى كبير قوي اه طبعا واسرة الكاهرة اليوم ربنا يا خليل اه والوطن العربي كل ما يقولك احنا منحبك جدا ربنا يا خليل وعايزين نكرمك ربنا نزيلك الصح يا رب وكده عديك بقى التكريم بتاعنا جيلك بيه ارتكارية ده انت كده مخبية مخبية في الضل معمللنا لك مفاجأة نورتنا يا أستاذ ونورتنا واسرة القاهرة اليوم كلها بتقولك احنا منحبك جدا جدا ونتمنى مزيد من الاعمال ومتقولش على نفسك ان انت ما تستاهلش انت تستاهل كل عاجة حلو في جرنك جيد حلوين جدا لو حضرتك كمان تستاهل دوقت نورتنا يا أستاذ نورتنا ونستنى بقى فيلم الجواهيرجي ان شاء الله ان شاء الله للاشتراك زوروا موقعنا الفاتي في دوت كوم او اتصل على الارقام التالية الفا قنوات الاسرة العربية اشتركوا في القناة